موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طلابي طالباتي 2005 اسمها حاس حالي معلق رياضي صح؟ ضابطة تحياتي للكم كنتم في الشمال أو كنتم في الجنوب وأنتم في أوساط قلبي طلابي طالباتي بعد ما الحمد لله خلصنا الكي إيه اليوم بكل جهد وعزيمة ورباط الجائش هنبلش في الاتزان في القواعد الضعيفة وهي الكي بي وهذا الدرس كيف عملت لكم في الكي إيه قسمته؟ هون نفس الحكاية حقسمه الأجزاء فتبع معي في كل جزء في كل فكرة كيف ينحل عشان بس يجي السؤال أول ما يقولي والله أحسب كي بي طوالي أعرف أحسب كي ايه أو أحسب كي ايه مثلا أعرف أحسب او اتش أعرف أحسب بي اتش أعرف عشان لملم كل هالأمور نبدأ مع بعض في هذا الدرس الاتزان في محليل القواعد الضعيفة عشان تكون بالصورة الله طب تعالوا ايفيوه بدنا نشوف 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 هذول الحلوين هنبلش في الكي بي تتأيين القواعد الضعيفة جزئيا في المحلول فينتج عنها آيون الهايدروكسيد أو أتش الماينس وآيون آخر موجب غض النظر عن نوعه فإذا رمزنا للقاعدة بالشكل عام بالرمز بي فإنها تتأيين كما في المعادلة التالية تعالوا معي بي عبارة عن قاعدة وقاعدة ضعيفة فلما بفعلها مع الأتش تو أوه اللي هو الحمض وحمضه ضعيف كمان التفاعل بده يكون منعكس رايح جاي فشو بتصير معي يا شباب بي أتش بلس أو أتش بي بلس غض النظر ليش لأنه أنا ماخدها الصيغة عامة البي هنا يقصد فيها أن أتش ثري مثلا يقصد فيها أن تو أتش فور هاي الأشياء اللي هي نور وخواتها فبدها تتولد أتش بي بلس أو بي أتش بلس زائد الأو أتش الماينس واتفقنا قبل هالمرة إذا هون حطت اثنين مول هون ممكن تطلع واحد بالمية وهون تطلع واحد بالمية دير بالك مش أكثر من هيك ليش؟ بس بدي أوصل لك فكرة أنه هذا طالما هو ضعيف فهون التأيين تبعه طعيف ما بيكون بنفس التركيز تكون جزيئات القائدة غير المتأينة في حالة اتزان يعني رايح جاي مع الآيونات الناتجة أو أتش والبي أتش بلس ويزاح موضع الاتزان في التفاعل جهة اليسار جهة المواد المتفاعل يعني هذا بس يتأيين هنا بيرتفع فالجزيئات بتروح بهذا الاتجاه حتى تدعم الاتزان مما يشير إلى أن الحمض المرافق بأتش بلس أقوى من الحمض أتش تو أو يعني لما بينزاحك فهاي بدأ تمنح لهاي الاتش بلس وينزاحك زي ما حكينا عند مفهوم برونست دلوري في شيء يسمى قوة الحمد والقاعدة اللهم صلع سيدنا محمد ويمكنه منح البروتول للقاعدة المرافقة ويعيد تكوين القاعدة بيه في التفاعل باستمرار ما يبقى تركيزهما عالي مقارنة بتركيز الآيونات الناتجة من تأيينها ويمكن التعبير عن ثابت الاتزال للتفاعل على النحو الآتي طلعوا كيف البي قبل التأيين لا تساوي هاي الحركة لا تساوي الو أتش ولا تساوي البي أتش بلس وأكبر دليل هاي اثنين هنا واحد بالمئة وهنا واحد بالمئة بينما الو أتش والب والأتش بي بلس يساوي بعض بعد التأيين عشان هيك هاي واحد بالمئة وهاي واحد بالمئة وهنا البي عبارة عن قاعدة ضعيفة البي أتش بلس عبارة عن حمز مرافق ماله قوي بينما الاتش تو عبارة عن حمز ضعيف والو أتش عبارة عن قاعدة وينتج أو أتش قاعدة مرافقة قوية ويعبر عن ثابت تأيين القاعدة على النحو الآتي شو هي ذاكرين الكي سي لما اتفقنا تكون تركيز المواد الناتجة على المواد المتفاعلة تعشوف ليها وحي الماينس ضرب البي حي بلس على تركيز البي مضروب بتركيز اله و لأنه هذا التأيين كثير ضعيف فبدمج اله مع الكي سي وبتقلب معانا لأش اسمه كي بي فصفت من هاي عبارة عن او اتش ماينس مضروب بتركيز البي اتش بلس على تركيز البي هاي هاي نفس هاي ويبين الجدول الرقم تسعة هاي تحت قيم ثابت تأيين بعض القواعد الضعيفة عن درجة حرارة خمسة عشرين ثابتة ويعبر عن ثابت تأيين القاعدة عن قوة القاعدة وقدرتها على التأيين التي تزداد بزيادة قيمة ثابت تأيين القاعدة اللي هي بزيادة الكي بي فكلما زادت قوة قوة القاعدة زادة الو اتش فيزداد بذلك ثابت تأيين القاعدة الكي بي ويزداد بذلك مقدار البي اتش ويقل بذلك تركيز اله اوه وقع قلبي تعالوا خذوا لي هاي التربيطة وريح راسي وراسي طلعوا يا أستاذ زيادة اكتبها ا الكي بي بزيد اللي شبيهه تركيز الو اتش الماينس بيقلل تركيز اله 3 او بلس بزيد البي اتش لأنه هاي مع هاي طردية فما بالك الو اتش مع الكي بي برضو طردية طب أستاذي إذا قللت الكي بي بده يقل تركيز الو اتش بده يرتفع تركيز اله 3 او بلس وبالمقابل بده ينزل مقدار البي اتش يعني هاي عكس هاي هاذ الحكي كله بيحكي عن هاي القصة ادرس الجدول ثم اجب عن الاسئلة التالية هاي اكثر القواعة شيوعا بمعنى اكثرها ظاهريا قيام ثابت التأييل لبعض القواعد الطائفة عن درجة حرارة 25 سيتو اتش فايف عن اتش تو طلع ان وهنا ان وهنا ان وهنا ان وهي ان وهي احلى ان كل هذول عبارة عن قاعدة وشمالها ضعيفة اول ما بفكر برو برتب اربعة اربعة خمسة ستة تسعة عشرة فذول اول اشي شابهة الاسس بخبع الاسس وبطلع على الارقام اربعة فاصل سبعة اكبر من اربعة فاصل اربعة بحط لهاي واحد وقوي هاي اثنين بعديك سالب خمسة هاي ثلاث سالب ستة هاي اربعة تسعة هاي رقم خمسة وعشرة هاي رقم ستة وبعطيها كلمة ضعيف واتطلعوا كيف هاي الكلمات هسا بدأت اشتغل معنا شوف اول مثال اكتب معادل التفكه CH3NH2C5H5N تعالوا معي CH3NH2 عبارة عن قاعدة ضعيفة وهي حمض فهي بدأت اعطي لهاي شو بتصير CH3NH3 بلس والثانية OH أما اللي بعدها هاي قاعدة برضو ضعيفة وهذا عبارة عن حمض فهي بدأت اعطي هاي فشو بتصير C5 H5NH plus انتبه الله يرضى عليك تيجي ال H في الاخر ماذا زي هاي بلملمها على Hات والثانية OH السؤال الثاني حدد القاعدة الاقوى وانا جدوى ليش صيغة قاعدة ومعطيني KB فباجي بقول قاعدة اقوى يعني KB تبعها اعلى يلا يلا هاي NH3 هون وانتو H4 هاي هون مين اعلى KB هاي سالب خمسة وهاي سالب ستة فاكيد هاي اكبر فباجي بقول له جوابك NH3 مثال ثلاث اتوقع ايهما له اقل رقم هيدروجيني يعني اقل BH باجي بقول اقل BH شو علاقته مع الكب جباري اقل بتاعشوف ها اقل BH شو بدو يكون الكب عندو اقل شمعنا ربط الكب طلع عليش لانا الجدول ما اعطيني KB طب لا مين استاذ لا C2 H5 N H2 اللي هي هاي طلع كيف غيرت لترك والثانية C6 H5 H2 اللي هي هاي مين اقل BH باجي بقول اقل BH اقل KB فمين واحد فيهم اللي ضعيف اللي هو التحتاني فمنحط عليه دائرة علما بأن لهم التركيز نفسه وهاي لازم تكون ثابته اربعة اتوقع ايهما يحتوي على اعلى تركيز H3O بين القواعد التالية NH3 هاي نحط عندها بوكس اللي بعدها CDC2 H5 NH2 C2 H5 NH2 اللي بعدها CDN2 H4 هاي N2 H4 هذول الثلاث بوكسات برجع على السؤال شو بده ان يكون عنده اعلى H3O باجي بقول اعلى H3O KB تبعه شو بده يكون بالارض من KB بالارض عنده اللي هو N2 H4 فباجي بقول دائرة على N2 H4 اتحقق زي ما اتفقنا عليها واجب ورقة العمل واجب بنفس الدزاين للأسئلة هذا السؤال كثير مهم هاذ مهم دير بالك عليه او اقول لكم هحل الأولاني معكم شو رأيكم يلا هيك بباب المساعدة مع النواج وبنشغل بنفس طريقة اللي قبل بالاعتماد على الجدول التالي اجب عن الأسئلة الآتية بتطلع هون طلع هاي واحد باقول له انت قوي هاي اثنين ثلاث اربع خمسة وهي ستة وضعيف اول سؤال ايوما اقوى القاعدة NH3 ام 2 NH4 NH3 ولا NH4 هاي سهل بخمسة اقوى فباجي بقول له جوابك NH3 اكتب صيغة الحمز المرافق الاضعف في الجدول باجي بقول حمز مرافق اضعف يعني قاعدة اقوى مين قاعدته اقوى اقوى قاعدة مين هو هاي القوي وانا يش بدي الحمز المرافق فباجي بقول له تعالي عم C2 H5 NH2 كتابت هايك بشلى دين ايك الثنتين ليش ان هاي قاعدة وانا شو طلبت صيغة الحمز فبيكون كاختيار صح باش شو عليك باجي بقول له C2 H5 NH3 بلس هيك بتصير صح سؤال الثالف حدد الازواج المترافقة في محلول القاعدة الاضعف وينها هاي بدو ازواج مترافقة عراسي C6 H5 بعديك NH2 طوالي بروب بفاعلها مع المي رايح جاي فبتصير C6 H5 NH3 بلس زائد OH المينس وانت عبارة عن قاعدة انت عبارة عن حمز انت عبارة عن حمز مرافق وانت عبارة عن قاعدة مرافقة هل خلص حلي أوعة هاي مع هاي وبكتب عنده زوج مترافق واحد وهاي مع هاي وبكتب عنده زوج الله يجوزكم مترافق وهاي اثنين الرعل لبعده اي المحلولين يكون OH عنده اعلى NH3 هاف ولا البريديين وينك يا بريديين هاي C5 H5 N اذا كان لهم التركيز نفسه مين عنده اعلى و H بيجو بقول الاعلى و H اعلى ك B فهاي سالب 6 وهاي سالب 9 على والله ال N2 H4 اه سوري NH3 هاي يا بتحط عليها دائرة او بتقول لي هيك NH3 خمسة اي المحلولين رقم الهايدروجيني اقل يعني بي اتشو شو ما لها اقل طوال ال KB شو بده تكون بالارض مثل امين وين المثل امين تعايا مثل امين هاي هاو او هاي اكس مثلا والثاني هيدرازين اللي هو هاي هاي اللي اكس بي اتشو اقل فبالتالي KB شو بده تكون اقل فالجواب هيدرازين باجي بقوله جوابك هيد را زين ليش لانه في نص السؤال اعطاني اسم وليس الصيغة كيميائية هاذ انتو بتحلو مع نفسيكم هيك بيكون الجزء الاولاني تبع هذا الدرس خلص شايفين كيف خفيف لطيف تعلمنا كيف الاثبات تعلمنا كيف نقارن ما بين KB والOH KB والH3O والKB والBH والعلاقة ما بينهم احفظوا رتب افكارك الو عشان نيجي بعد هيك في الجزء الثاني على حساب تركيز ايونات الهادروكسيد في محلول القاعدة باي باي اشتركوا في القناة